السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت مننا ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولا عجبكم ما تنسوا الشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا الجديد لجدد على القناة والقدام كان قل لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعليق زوين اللي كتخلوا لي بحقي بسم الله على بركتي الله أنا هنا عندي وحد سبعة تمرات اللي غدين نقايهم بحال هاكا تيكون ها التمر اللي تيكون شوية رطب حال هاكا إلا كان قاسح كندن نقعوه هاكا في المسخون أو في الممغلي وكنخليه واحد الـ 15 دقيقة حتى كيتطلق وكنعود نغسلوه هذا رغسلته في الأول ضروري ما كان نغسلوه في الأول وكنننظفوه وتنقلبوه لك تكون بحال هاكا شي دودة ولا تكون شي حاجة في الداخل كنحيدوها أو كنحيدو التمر درت هنا يتسعودي للتمرات وعندي حبا دي الليمون كنقطعها هاكا وكنحيدو هاكا الرأس اللوراني بحال هاكا وكنحيد هاكا في الداخل دي الليمون وانا علش كنقطعوه بحال هاكا باش تنشوف واش فيها العظم ولا ما فيش العظم كنقطعوه هاكا عرض وكنقلبوه وعندي هنا يا واحد البوعويدة هنا مليكو كنندي سير ما فيها بس نديرو هاد الوصفة لوليداتنا وكنحتاجوها هاكا حتى فرمداني ان شاء الله اللي يدخلو علينا وعليكم بصحة والعافية وبطلط العمر وبقراءة القرآن يا ربي عندي حبة دي البانان وعندي حبة دي التفح اللي نقيتها كنحيدليها العظم كنرسله في اللول ضروري ما كنرسله هاكا في اللول صافي وكنقطعها هاكا هي طريفات صافي كنستمر عليه حتى كنكملها ونحطها لجنب هنا را كنسقه بشوية دي الحامض عندي تمر جبت هنا يا والكاس دي العصارة درت تمره ولو ول درت نسكاس دي السكر سانيدة أنا درت هذا اللي ما كيكونش حلو بحلكة ودرت كاس إلا روبع دي الزيت نباتية سانيدة درت هادي السكر سانيدة اللي تيكون بني وكندير هاديك الليمونة كيف ما قلت لكم قطعتها قلبت على بحلقة تقلبوا على العظم عندي واحد الليمونة حامضة أصرتها عطاتني واحد ربع كاس وعمرت عليها الكاس هاكا بالماء ماشي عامر ماشي كاس عامر دي العنبة كندير هنا ربعات الحبات دي البيض وغادي نطحن مزيان مزيان وكندير نفكر مجدار وه ThousandptAAAAAAAA كندرها على هكا المجده وكننخليها حتي تقليها ونة يطحن مزيان سوف نشوفو هانتون ما شوف كيف الجعاقد كندير one نضع ملاحة أخذ الملح وضع الملح نضع ملاحة نضع الملح نضع المائة نضع ملاحة نضع الملحة لذا فقط حسب الملحة ثلاثة نضع 3 خمارات نسوسها بلوحدة بلوحدة ما يعدي لعشرين قرام نخلطها بفوي نخلطه في الأول بشوية بشوية حتى تخلط لنا هكا العناصر وكيتخلط الدقيق سوف نزيد هنا نص كاس دي الدقيق سوف نحفظ نحفظ هكا نص كاس الثاني سوف نشوف سوف نزيد هذا النص كاس دي الدقيق سوف نقضي هذا النص كاس ونقوم بقوام سوف نحفظ المول الذي يدخل في الفران سوف نزيد ثلاثين سنتيم المول كبير شوية لتوجي عالي أكثر سوف نقضي المول 24 سوف نقضي الكيك سوف نقضي الله سوف نقضي كوام سوف نخفض هذا المول كم مول كوبة نخلط البانان نضيف الوز إفليته رائع نضيف البيسة الفرن بارد سوف نضيف الوز أجل بت Cobrir ننزيف هذه Eli تبير 5 دقائق هذه الوز所以 40 دقائق تبراح 6 دقائق الأجل نضيف الوز لك سوف نقوم برد بعد ما بردت سوف نقوم بردت من أروع ما يكون رائعة نقوم بردت حتى نقوم بردت حتى نقوم بورد مرقب سوف نقوم بردت بداية سوف نقوم بسرط سوف نقوم بردت ضرط نقوم بمضار سوف نقوم بردت بردت ويخطئ و هنا نقول لكم صحة و راحة و لا تنسوا ليك اشياء تعليق جميل و لايك الله يجازيكم بخير لا تخسرين ولاو و اذا اردت الفيديو بحلقة اضعوا لايك اذا وصلتوا حتى الفيديو بحلقة و تسمعوا لايك في الأول و سننجدكم مع الصور والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة